البرمجة ممكن ننظر للبرمجة من زاوية مختلفة تماما ممكن ننظر للبرمجة على أنها عمل إبداعي كرياتيب وورك صحيح أنت الآن عندما تقوم ببناء برنامجك الخاص لابد أن تتبع الخطوات والأسة البرمجية لكن هذه الخطوات والأسة البرمجية عددها بسيط يعني أعتقد ممكن عددها على صابع اليد الواحدة الإبداع هو كيف تستطيع أن تستخدم هذه القواعد البرمجية حتى تقوم ببناء برنامجك الخاص زاوية ثالثة يمكن أن ننظر للبرمجة من خلالها هو أن البرمجة عبارة عن طريقة التفكير الآن عندك فكرة خاصة بك تريد تنفيذها حتى تقوم ببرمجتها تحتاج أن تقسمها إلى أفكار أصغر ثم تقوم بتنفيذ كل جزء من هذه الأجزاء بشكل منفصل في الأخير تقوم بجمع هذه الأجزاء حتى تخرج بالجزء الأول الفكرة الأساسية الأولى التي أردت تنفيذها هذه الطريقة في حل المشكلات عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر ثم حل كل مشكلة بشكل منفصل وتجميع الحلول مع بعض حتى نقوم بحل المشكلة الأساسية الأولى هذه الطريقة تسمى أحياناً بطريقة التفكير البرمجي دعونا نشاهد لمقابلة مقطع بسيط من مقابلة أجريت مع ستيف جوبس يتحدث عن هذه النقطة بالتحديد كان ستيف جوبس في هذه المقابلة في هذا المقطع البسيط يقول أنه يعتقد أنه كل شخص يجب أن يتعلم البرمجة لأن البرمجة تعلمك كيف تفكع الآن سأضرب مثال حتى تتضح الصورة عن هذه الزوايا الثلاثة التي يمكن النظر للبرمجة من خلالها عندما تتعلم اللغة الإنجليزية على سبيل المثال ستبدأ بتعلم المفردات وقواعد اللغة تعلمك للمفردات وقواعد اللغة ليس هو الهدف هدفك من تعلم المفردات وقواعد اللغة هو أن تصبح ضليع في اللغة الإنجليزية حتى تتمكن من التحدث أو الكتابة بهذه اللغة كذلك الأمر بالنسبة للبرمجة أنت تحتاج أن تتعلم القواعد والأسس لعل هذا الأمر لن يكون ممتع جدا لكن الممتع هو كيف تستخدم هذه القواعد والأسس حتى تبني برنامجك وفكرتك الخاصة بك أتمنى منك خلال تعلمك للبرمجة وخلال حضورك لمحاضرات هذه المادة أن تضع هذه الزوايا نصب عينيك عندما نتعلم أو عندما تكون المحاضرة عن بعض الأسس البرمجية أو بعض القواعد البرمجية دائماً ضع نصب عينيك أن ما نتحدث عنه هو عبارة عن أداء ستستخدمها لاحقاً لتقوم بتنفيذ فكرتك الخاصة بك ترجمة نانسي قنقر